أعوذ بالله السامي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمائه إذ خصنا بخير أنبيائه سيدنا محمد الصفي المجتبى من ربه العلي صلى عليه الله بالدوام وآله وصحبه الكرام ثم الرضا عن شيخنا التجان شيخ الشيوخ كامل العرفان والسيد الفاروق ذل أنوار القدوي فاتح العمصار ابن سعيد سيد الشيخ عمر ذاك الذي لربه قد انتصر جازاه رب الناس في جهاده بسيفه وعلمه وكفيه أما بعد أيها الإخوة الكرام بسم الخليفة العام لمولانا الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه الشيخ محمد البشير تال أيده الله ونصره وباسم الصنوي وحبيبي الشريح محمد المكي حيدر نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها السادة الأفاضل حياته الحافلة بالعلوم المفيدة والخيرات الجمة والكرامات الباهرة من يوم ميلاده إلى غيابه العجيب في غار جغمبر وإلى يومنا هذا بل وإلى يوم القيامة لأنه نموذج لكل الأجيال وأهل مصر أدركوا مقامه لما رأوا علومه وفهمه فبادروا إليه بالسؤال يجيبهم بأحسن المقال وما أتوا به من العلوم إلا رأوه مركز الفهم في حفظه وضبطه لما يقول من الكتاب والحديث والأصور والفقه والبيان والفروض والنحو والبديع والعروض وحيدها تعجبوا جميعا وأحسنوا تجاهه سميعا وفي نفس المعنى نقول وقام بالجهاد إثنتي عشر سنين والهدابه قد انتشر من دنجراء تم كذا جكنكو وبambوكو وكاسو ثم جنبكو وجافنو قدوما ثم كارتا ترينغ نور مثلها باكنة وسيقو سيكورو وحمد الله ينشر في الآفاق دين الله وكان رضي الله عنه كثيرا ما يقول لا يحمل نعشي ولا يحفر قبري ولا يحضر جنازتي أحد لا حبيب ودود ولا عدو لدود وفي كتابه سفيدة السعادة لأهل الضغف والنجادة يقول ورضي الله عنه بزورة خير الخلق دلت مؤملي به نلتها في العمر لا بتأخلي لنصرة ما قد سن دامة نقول سأفني به جاهي وعمري لأن لي حياة بلا روح وموت بلا رمس معالي السادة الأفاضل نقول الحمد لله ثم الحمد لله اذ بفقنا بفضله وجمعنا بكرمه مع خليفته في الحس والمعنى شيخنا الكريم ووالدنا الناصح المبجل الشيخ الحاجي محمد البشير تال أطال الله عمره وحفظه ورعاه وأقر عينه بولي أهدي الشيخ عمر بشير تال وإخوته وتلاميضته وجميع أحبابه والمسلمين آمن وفي الختاب أيها الإخوة نبلغكم وصية الخليفة الشيخ محمد البشير تال الموجهة إلى العالم الإسلامي بصفة عامة وببلدان غرب إفريقيا والسنغال بصفة خاصة وهي تقوى الله العظيم واتباع سنة نبيه المصطفى الكريم وإصلاح ذات البين ونشر السلام الذي هو شعار ديننا الحنيف قال تعالى يا أيها الذين آمنوا دخولوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأنوالهم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر من الخطايا والذنوب اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل عام جوانكم بخير